زي ما انتو شايفين معايا دلوقتي ده طبعا انا بعملكو القرسي ده يعني بعملكو مش حلو شكله بشع جدا وهينا شكله جميل جدا بعد ما خلصته بجد طريقة حلوة جدا لتعجبكو قوي وبسيطة جدا ويلا نشوفها مع بعض بقا تعملت ازاي يلا نداتي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عاملين ايه يا حبيبي يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب ان شاء الله تعالوا بقا نشوف مع بعض طريقة تنظيف الانتري سهل وبسيطة كده ويا رب تعجبكم تعالوا بقا نشوف بقا نعملها ازاي بنجيب طبعا شوية مية زي ما انتو شايفين وبنحط كروريكس الوان ابسط من كده مش هتلاقوا بسيط جدا ولا تكلفة ولا اي حاجة حتى كمان حطيت كروريكس شوية لهم البقينة عندي الصراحة ما جبتش كيس زيادة كان عندي موجود وقلت ان انا حطت شوية دول وهم دول ليخسروا الانتري بتاعي زي ما انتو شايفين معايا المقاشة اللي هي النعمة او برضو الفرشة اللي هي بتاعت السجاد دي برضو انا هعمل بيها برضو هتشوفوها بعمل بيها ان انا صراحة لفرشة المقاشة كانت نعمة قوي وفي حاجات كانت مبقاها شوية طريقة ان انا عاملها بالفرشة التانية هتشوفوا برضو انا بصورها برضو اجيب لكم الفرشة التانية طبعا هنا انتو محدش محدش يستغرب ان انا متل مقاشة كده ان انا اصلا الفرشة ده كله هشيلو وهخسلو انا اصلا كنت بعمل عادي كنت عمالة بخسل الانتري زي ما انتو شايفين ويحجوزي بقى فتح الكاميرا وقالوا ان هو اي صورو انا الصراحة استغربته وقال لي تعالي برضو نوريه للجماعة للناس اه شو ما احنا يا جماعة بجد احنا مخلش على اي حد اه قال لي ودي بنتي حتى كمان وقفة اه رجلي هبين اهو زي ما انتم شايفين جمانة كانت عمالة بتتحادني كله هم طيبين يا جماعة اه كله هم طيبين وهنا طبعا قال لي تعالي صورك بقى ان بخلش على الناس باي حاجة ووريهم برضو بيتعمل ازاي انا الصراحة ما كنتوش هبين ولكن هو قال لي الصراحة تعالي برضو ووريهم بيتعمل ازاي وقال طلو خلاص ماشي مفيش مشكلة برضو نوري المعلومة للناس اه وكله هم طيبين وحطونا بقى لايك كتير 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 واشتراك في القناة ودعمونا كتير كتير وقولوا لي ايه رأيكم في الطريقة البسيطة دي هتعجبكم ولا لا وفي ده بيوفر عليك الكسوة كمان انتو ممكن تجيب الكسوة بتلتمائة جنيه ولا متلو خمسين ولا ربمائة جنيه ولمواغزة بتاعت شوية وبرضو نفس الكلام الكسوة برضو حاجة كويسة بس حاجة دي بتنفع اكتر بصو زي ما انتو شايفين شايفين الفوطة بقت لونها ازاي دي مش لونة كده يا جماعة ده لونها بقى بشع اصلا بقت كلها طينا بقى ان انا عمالة بقى مسح فيها طبعا الفوطة دي اه مبلولة مش مبلولة او يعني من الدية كده عشان اه يع يعني تمسح معاكي الكوروريكس الالواني اللي بتعمليه وطبعا محدش يقولي بقى كوروريكس هيبوز وكده لا ده كوروريكس الوان مش كوروريكس ابيض بص انا بوريكو الميا بقيت لونها بصو زي بصو بطينة ده استانوا الميا هتبقى طينة اكتر كمان بصو يعني الانتري كان متدمر الصراحة انا من بدري والله ان عايزة اعمله وصراحة يعني ما كنتش بعرف ان انا اعمل اجيب له طريقة سهلة غيرت مرقيت الطريقة السهلة دي وعملت بي الصراحة تسلم ايه د دختي هي اللي قالتلي الصراحة ربنا يخليها لي يا رب وديها الصحة قالتلي على دي قلت ان برضو انا اعملها لكم وما اشوف لكم الصراحة انا تعزبت جميد جدا في موضوع الانتري وصراحة جدت مواد برضو كتير وعملت بيها ما نفعتش خالص خالص الطريقة دي عجبتني جدا وسهلة ومش مكلفة يعني حاجة بسيطة قوي على الفكرة يا جماعة مش مش هتكلفك في اي حاجة بسيط كوروريكس الواني الكيس بخمسة جنيه او اتجيبي كيس بو اتنين جنيه ونص فيه كيس باتنين جنيه ونص برضو هينفع معاك حلو قوي انتوا حتى شفتوا انا كنت بعمل بايه انا حاطت حتة صغيرة جدا ما حاطتش كتير انا بقول لكم بصوا شكلها جميل ازاي بقت حلوة قوي بصوا نور والله والله ينور انت ريه بتاعي يا اختي جميل حطوا لايك بقى حطوا لايك ودعونا كتير جدا وبقى شكله جميل والله فرحت قوي انه هو ندف فرحت قوي الصراحة كانوا عيالي بيعودوا يعملوا يعودوا يلعبوا كده ده كانوا بيرسموا عليه والله بصوا الحمد لله ندف معايا وبقى شكله جميل والحمد لله يعني اه ودعمونا كتير بقى كده وحطونا لايك واشتراك في القناة بصوا انا هو بعمل بالمقاشة تاني بوريكوا بقى المنظر ده انا ايه ده نطين هتطلع معايا دلوقتي استنوا هتشوفوا دلوقتي معايا استنوا بس الاخر الفيديو بص انا بعمل هنا بالمقاشة جامد اهو زي ما انتو شايفين هو عمالي بديعك كويس كويس قوي مش مكلفة خالص 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 هو كوروريكس الوان يا جماع انا ما حطتش حاجات مكلفة انا حطت كوروريكس الوان بس والفرش اللي على الانتري ده كله هيتشال هيتغسل طبعا بمناسبة العيد بقى كل واحد عمال ينطف بقى ببيته وعمال يشير كل حاجة محدش يقول لي بقى ان انتي ليه الفرش بتاعك موجود وانتي بتعملي كده كده انا اصلا هشيله انا هشيله وهخسله اهو زي ما انتو شايفين اهو بصوا 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 بوريكوا المقاشة بقت شكلها ضلمة ازاي ضلمت المقاشة والله كانت منورة وجميلة والله بقت مضلمة بقى انا بوريكوا الطينا بصوا الطينا راحت على الحيطة ازاي شايفين الطينا بصوا بانت في الحيطة انا بعمل بالمقاشة راحت على الحيطة شايفينها بوريكوا الطينا اللي طلعت في المقاشة وفي الحيطة اي شايفينها طلعت في الحيطة ازاي من الانتري بصوا هنا طبعا انا بعد ما خلصته طبعا انتي بتشغل عليه مروحة وبسيبيه ينشف بتسيبيه ينشف عشان ايه يو ايه بقى بالمنزر اللي معاكي ده بص يهو بقى فلة فلة بقى شامعة منورة بصوا جميل ازاي بص انا بقريكم ان هو ايه ان هو نضف هنا مفوش اي طينة وفوش اي حاجة بكحت لكم حتى بايدي كده مفيش حاجة بتطلع معايا خلص اهو بتشغل عليه مروحة وبتسيبيه ينشف معاك او بمسح بالفوتا الفوتا طبعا دي من الداية بصوا انا بوريكم هنا الكرسي بصوا منظروا بصوا بالنبي بصوا بالنبي البشاعة معاديش قولي بقى ما كنتش بنضف ولا كده لا انا كنت الحمدلله بنضف وبمسحه على طول وبس ما كانش بيجيب نتيجة معايا الصراحة غل ما عملت الطريقة دي وعجبتني جدا بصوا المية بقتلونها ازاي بطينا طينا المية جماعة الطريقة دي سهلة جدا وهتعجبكم بجد تحفة تحفة عجبتني اوي اول ما عملتها الصراحة والطينا بتادي تطلع الصراحة مبسطة جدا والحمدلله انت ربت عيندف بصوا بصوا الطينا طلعت على الحيطة ازاي شايفنا ده من الكرسي يعني معناه ان الطينا اللي في الكرسي تطلعت تماما ما تبقاش منها اي حاجة اه كمان استنوا كمان الاخر الفيديو هتلوني اعمل بالفرشة بتاعت السجاد يعني كانت فيه حطينا كده مش هتطلع عملتها بالفرشة بتاعت السجاد يعني هنا دلوقتي بمسح بالفوتة طبعا بتعملي بالفرشة وبعدين بتمسحي بالفوتة بتاعتك عشان ما فيش حاجة تبقع منك هو ما فيش حاجة تبقع الحمدلله يعني الكروريكس الالوان ده اصلا مش مضر خلص للالوان دي يعني مش مضر نهائيا صح لو كنتي حطي كروريكس الابيض كان هيبوز الدنيا خلص لو انت الانتري بتاعك غامق لو الانتري بتاعك فاتح يعني لونه ابيض مسلا لونه فاتح حطي الكروريكس اللي هو التاني اللي هو الابيض لكن لو غامق زي بتاعي كده حطي كروريكس الوان بص انا جبت الفرشة بتاعت السجاد وغسلت بها شوية كده وعشان كانت عندي برضو بقع. بقع كده مش هتتطلع. طبعا بقاله كتير قوي ما اتغسلتش اصلا الغسلة دي. انا كل مرة كنت اجيب الفوطة كده زي ما انتم شايفين. الفوطة دي اصلا بخليها للانتري بامسح بيها الانتري. اغسلها واشيلها للانتري امسح بيها الانتري. انتي ضحي فوطة عندك خليها للانتري بتاعك الصراحة. بص انا بعمل لكم بك هتلقوا كده بسبوعي. بوريكم ان المنزر بصوا عامل ازاي? بشع. بشع الصراحة. انا ايالي بقى كان يعودوا ويرسموا بقى قلوب وحاجات غريبة. والله العظيم. واجي بقى مسحب الفوطة كده عشان قلت ان هي بتطلع ما كدش بتطلع خالص. بص هنا بقى هوريكم بص المنزر هيبقى مستفز صراحة استفزني. بص تين هوريها القدراتي وبتطلع دلوقتي. بصوا خدوا بالكم بقى معايا كده. خدوا بالكم الحتة دي. بصوا بصوا تينو. شايفين تينو? بصوا اللي بعملكوا تينو بسبوعي كده شايفينها? بصوا الحمد لله طلعت خالص طلعتها بطلحها بصوا. بطلحها من الفرشة معايا اهو. اهو شايفين تينو? والتينة طلعت يا باشا الحمد لله. طلعت التينة. الحمد لله. بصوا هون نضف اهو شايفينه نضف وبقى فلة اهو قطينا اهي شايفينها الحمد لله والطريقة دي سهلة جدا يا جماعة وبسيطة انتي بس عليكي بس هو يعني اقل من ربع ساعة هتخلصي الانتريب بتاعك كله مش بياخد وقت معك بدلا انتي بسرعة بايدك على طول بتعملي بالفرشة على طول وبتنجزي وبتمسحي ورقك خلاص خلص معك مش هياخد كمال ربع ساعة في ايدك والله انا بس طول معايا شوية شكيته بصور الصراحة بصو الفرق من الحتة دي والحتة دي. شايفين الجزء اللي انا بعمل فيه والجزء التاني لسه ما عملتوش شايفين منظره لسه بصو غامق ازاي لكن الحتة اللي بعمل فيها بصو نورت ازاي بقت شكلها جميل جدا ما تبخلوش علينا بقى بلايك بقى وحطونا اللايك حطوا اللايك انا شايفاكم شايفاكم على فكرة بحطوش لايك خلص حطوا لايك بقى اهو مفيش حاجه اطلعت اوا شايفين مفيش حاجه أطلعتك حتiku تاني باسبوعي مفيش حاجة هطلعت تاني. والمي اللي نزل على الانتري دي الفرش ده كله انا شلته وحاطته في الغسالة. بعد ما انا خلصت الفيديو بتاعي انا شلته وحاطته في الغسالة. بس هنا طبعا احنا كده خلصنا خلاص الانتري بتاعنا وشطبناها على الاخر. كده انا بوريكم فيه كرسي لسه ما كنتش عملته قلت ان انا اصور لكم منظره ووريكم المنظر بتاعه الفرق بين الكرسي اللي ما تعملش والكرسي اللي تعمل. ده الكرسي طبعا انتو شايفينه ده ما تعملش خلص وما تجدتش جانبه نهائيا. قلت ان انا اواره لكم بعد التصوير احتعملته. واوريكم ده. بصوا ده باللا عليكم باين ولا? فيه فرق والنبي ولا لا? اهو. شايفينه بينور ازاي وبيبرو? وجامل جدا. تحفة. ولا فيه طينة ولا فيه اي حاجات تانية الصراحة. وبصوا بصوا الفرق. شايفينه الفرق? باين الصراحة. باين الفرق بينهم. حطونا لايك بقى واشتراك في القناة وادعمونا كتير وكل سنة وانتو طيبين. ايجي على ايامنا كلها خير وسعادة ان شاء الله. واشوفكو على خير يا حبايب.